اسمح لي يا شيخ تعبتك معاي بس كل اللي اتمنى منك يا شيخ ما تنساني في الدعاء ادعي لي يا شيخ ادعي لي يا ابو هاشم ادعي لي موسيقى فاذا ملك المسلم النصاب وحال عليه الحول بمعنى مرت سنة كاملة على ملكيته لهذا المال هنا نقول له تجيب عليك الزكاة مثلا من ملك عشرة الاف ووجبت عليه الزكاة فنقول له ان الالف الاولى لك والالف الثانية لك والثالثة لك والرابعة لك والخامسة لك والسادسة لك والثامنة لك والتاسع لك اما العاشرة فهي لك ايضا لكن استخرج ربعها للمستحقين وهذه النسبة تسمى الزكاة انتو بتصورين كم نسبة الزكاة قليلة؟ اثنين ونصف المئة فقط لذلك لم يكن مستغربا على سبيل المثال ما اورده الدكتور علي قرداغي في بحثه انه في عام الفين وثمانية بلغت الاموال المودعة في البنوك وفي البورصة الخليجية بلغت اكثر من اربعة تريليون دولار ولو استخرجنا منها نسبة الثانية ونصف بالمئة وهذا مقدار الزكاة فان الزكاة في الاموال تصل الى مئة مليار دولار وهذا مبلغ يستخرج سنويا اعتقد دكتور ان هاي المبالغ الهائلة ممكن تنهي مشكلة الفرق مو بس في الخليج عندنا حتى في الوطن العربي وممكن استثمارها في مشاريع تنموية ضخمة لكن ليش الناس تتهاون في عداء الزكاة؟ وين الخلل؟ لا لا ام ام Luke ام اهم رجعات بذل افتقاري بخوفي بضافي بدمع كسار رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري المقاول شاكلي بيتأخر نحن اتفاقنا معاه يسلمني العمارة عقب 18 شهر إذا على هالحالة متى بيخلص؟ والله يا أبو أحمد أنا كلمت أكثر من مرة وتقريبا شبه يومي بس أحس يتهرب مني شلوني؟ يتهرب؟ سمعني اتصل عليه الحين وقول له إما يلتزم بالوقت المحدد في العقد ولا بيني وبين المحاكمة إن شاء الله طال أمود إن شاء الله طويل عمور هذه الملفات يطلقون إيه خلهم لي مشكور إن شاء الله طويل عمور يوقي اتصال قبل نص سرعة من الشيخ حسن تبغى اتصال لي كلمك؟ حسن إيه حول نعم إن شاء الله ولا داريت أبوي؟ خلص أنا بكلبه وأنا رايح في الطريق مشكور إن شاء الله وف 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 ولي شيخ طلع المبلغ واحد كبير؟ 250 ألف ريال مبلغ كبير إيه شيخ إن شاء الله إن شاء الله تقول الحين 250 ألف ريال إذ يعني هذا المبلغ أنت تدري أنا ممكن أفتح بمشروع؟ هذا المبلغ يا أبو أحمد هو نسبة زكاة مالك إن تلاك تشوف له المبلغ شوف راس مالك تشم ما شاء الله عندك ملايين إيه ما علي يا شيخ بس أنت يعني أنا قلت لك تشوف نسبة زكاة افتكرت بتقول لي أنت خمسة ألاف ريال عشرة ألاف ريال بس مو مائتين وخمسين ألف ريال يا أبو أحمد تظن الموضوع لكيفي؟ نسبة الزكاة رب العباد واللي محددها بحكمه وإنت لطلب مني أشوف كم نسبة زكاة مالك إيه ما علي يا شيخ بس أنا الصراحة ما توقعت إنه بيطلع المبلغ هالكثر أنت لا تنسى شيخ بعد أنا ريال شقال في الزوق وعندي التزامات المادية عمرك عجيب حتى الزكاة من التزاماتك المادية المفروض تكون في أول القائمة شيخ من الفاضل أنا صراحة ما بادش وياك في جدال يعني عقيم وما بنوصل إلى النتيجة أنا كل أطلب منك إنك تمهلني كم يوم علشان أدرس الموضوع من جديد يا أبو أحمد والله الموضوع مو بحاجة إلى دراسة هذه زكاة واجبة عليك يا رجل طلعها قبل ما تندم وتصير مجرد أمنية نسبة الزكاة هذه وسخ إذا طلعتها الله بيبارك في بقية مالك وصخ يا شيخ وصخ يا حالاتها الوصخ على كلنا يا شيخ أنت ما قصرت رأيتك بيضة ويزاك الله خير اللهم استعم اسمح لي يا شيخ تعبتك معي بس كل اللي ارتمنا منك يا شيخ ما تنساني في الدعام ادعي لي يا شيخ ادعي لي يا بو هاشم ادعي 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 آم 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 أنا من عذرت مرارا بدربه ومن لي سواك يقيله عثاري ومن لي سواك ليغفير ذنبي ويا قبال يا رب مني عتذاري ومن لي سواك يفرج كربي ويا شهي فؤادي ويطافئ ناري ومن لي سواك يقوي داربي يسدي دخال فرسول مساري فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري ترجمة نانسي قنقر أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين